طيب واجب حضرتك بقى اتجاه هذا الجسد إن ألم لقدر الله به مرض يعني لقدر الله حدث مرض معين وابتديت خلص فيه كده واجب عليك ناحية هذا المرض اللي ألم بيك أول خطوة أن أنت تتخير للطبيب المتخصص في هذا المجال يعني أنا ابتديت ودني توجعني أروح لأنف وأذن وحنجرة ما روحش لطبيب رمض ابتدت عيني توجعني أروح لطبيب أخصائي رمض ما روحش لأخصائي نساء وتوليد وهكذا تتخير للطبيب المتخصص في هذا المجال طيب يا دكتور دلوقتي أنتوا بقيتوا كشفكم غالي قوي وبقيتوا بتغالوا في الكشف يا سيدي يا سيدي الفاضل يا سيدي الفاضل اللي كشفه غالي يسيبك منه خالص اذهب إلى طبيب يراعي الله سبحانه وتعالى فيك اذهب إلى طبيب ليس مغالي في كشفي مستوصف طبي معروف ومعترف به وفيه أطباء متخصصين المهم أن أنت تروح لطبيب متخصص طيب رحت لطبيب متخصص وكتب لي رشدة وكما ذكرت من قبل لما بتقعد مع الطبيب الجلسة الأولى بنسميها الكونسولتيشن ست أو الجلسة الاستشارية ما بينك وما بين طبيبك بيجي للمريض أبتدي أخذ بيناته أخذ الشكوى بتاعته أبتدي أن أنا أكشف عليه أبتدي أشخص وأبتدي أقعد بقى مع المريض بتاعي بعد التشخيص ما أقول له له وما أصرده عليه هي ما نسميه بالميديكال بلين أوف تريتمت أو الخطة الطبية لحضرتك لو الطبيب ما عملش كده ما تكملش معاه لأنه أخلب حقك من البداية لازم أبتدي بقى أن أنا أقول لك التشخيص في كذا 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 وأبتدي أقول لك العلاج في كثير من الأطباء يكتب رشدة وعلى ينطق ببنت شفا واحد بيقول لي دا حتى ما قاليش ما ردش علي السلام أنت اللي غلطان يعني في مريض بيحكي لي أنا دخل روحة الأستاذ فلاني فلاني حتى ما ردش علي السلام ما قالش من مكانه وتلميزه هو اللي كشف علي ومع احترامي للزملاء الأفاضل لأ أنت اللي غلطان أنت في ليك حقوق وأنا صرتها في حلقة كاملة فلازم أنت تتمسك بحقك لو لم تتمسك بحقق فلا تشكو خلاص أنت اللي ضيعت حقك وانت السبب في كذا لازم أقول لي مريض الخطة الطبية بتاعته لازم أن أنا أقول واحد اتنين تلات عشر بطريقة مبسطة وليس تعقيدا لك أنا ممكن أنا أسف كلمة أعقدك ما تفهمش ولا كلمة من اللي أنا أقوله هي دي شطرة هو ده حق المريض عندك طبيب هو ده حقه الإنساني عندك إنسان لأ ببساطة جدا وبطريقة بسيطة وميسرة أبتدي أشرح له التشخيص بتاعه الأعراض دي نتيجتها إيه أو سببها إيه هنبتدي نعالج إزاي وأنا وهو على باب الله سبحانه وتعالى ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تكون النتيجة واحد اتنين عشر إنقاط دي مهمة جدا 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 إيه ده؟ حقك اتجاه مرضك ترجمة نانسي قنقر